الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذن المبتوب عليهم ولا الضالين ولو وزق الله الرزم على إبانه إلى بقر في الأرض ولكن ينزل في قدر ما يشاء إنه بإبانه خبير بصير وهو الذي ينزل فيه من بعد ما قلقه وينشد رحمته وهو الولي الحبيب وبن آياته خلق السماوات ورمد ما بث فيهما من دابه وهو على تمعيه إذا يشاء قدير وما أصاب كل موسيبت وما كسب شديد ويعفو عن كثير وما أنتم بالمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وبن آياته الجواري في البحر كنألام إن يشا يسكد الرياح فيضل الرواحل على طهره إن في ذلك الآيات لكل سبطان شهور أو يوضعون بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلموا الذين يجادلون في آياتنا ما لهم بالمحيص فما يمتيتوا من شيء فمتاع في الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبغار الذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتعبون كبائل رفب والفراحش وإذا ما غذبوهم يغفرون والذين استجابوا ربهم وقعوا الصلاة رابهم شورا بينهم ومما رزقناهم من فقرون والذين إذا أصابا بغيوهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عدى أصلح فاجرهم على الله إنه لا يحب الغالمين ولمن انتصر بعد ظنه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يغفرون الناس ويغفرون في أرض بغير الحق أولئك لهم عذاب نريم ولمن صرر بعد ظنه فأولئك من عزم نور ومن يقرر الله فقاله من ولي من بعده وشار الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل لا أرد من سبيل وجاءهم يحرضون عليها حاشعين من الظلم ينظرون من طرف جفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين حسنوا أنفسهم حسنوا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء أنصرونهم من دون الله ومن يضليل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي أيامنا ورد لهم من الله ما لكم من منجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرقوا فما أرسلناك عليهم حفيظا من عليك إلا الباب وإنا إذا أطلل الرسال بنا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قد أتيديهم فإن المنسان كفور لله ملك السماوات ورد يخلق ما يشاء يا أور من يشاء من أثن ويا أور من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وحلاثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لفشر الذي يكلمه الله إلا وحيا له من وراء حجاب أو يرسل رسوله فيرحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم وكذلك أن أعينا عليك الرحب من أهرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وللإيمان ولكن جعلناهم ورد نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى سراط مستقيم سراط الله الذين هو ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير من نور بسم الله الرحمن الرحيم حبيم والكتاب المبين إنا جعلناهم قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في يوم الكتاب لديلال علي حكيم فنضرب عنكم الذكر سفر إن كنتم قلما مصرفين وكما أرسلنا من نبيهم في الأولين وما يأتيهم من نبيهم إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بضشا ورضا مثل الأولين ولئن سألتهم من خرق السماوات ما أردى يقولون خرقهم بالعزيز العليم الذي جعل لكم أرض مهاد وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء إلى أن بقدر فأنشرنا به بل نجبيتا كذلك تخرشون والذي خلق لزواجكم لها وجعل لكم من الفنك وننعاب ما تركبون لتسجنوا على ظهوره ثم تبكروا نعمة ربكم وإذا استويتم عليه وتقولوا سبحانا الذي سخرنا هذا وكنا له مقردين وإنا إلى ربنا لكم قلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان الكفر مبين أم اتخذ بما يغنق بنات وأصفات بالبنين وإذا لك الشراحتهم بما ضرب المحمال مثلا مثلا ضل وجمه رسودا وهو كظيم ومن ينشر في البلية ومن ينشر في الحصاب غير مذين وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا ويشهدوا خلقهم ستكتب شهادته ويسلمون وقالوا لو شارا الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنه إلا يحرصون أمتيناهم كذاب من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا وإنا عجلنا آباءنا على أمة وإنا على آباءهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا اترخوها إنا عجلنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتلون مقتلون